طيب نتطرك لملف اخر ومتعلق بمشوار الاهلي على المستوى الدولي عندنا بطولتين على مستوى عالمي بطولة فيفا انتر كونتيننتل والفوز على لقاء العين الاماراتي بالثلاثية نظيفة وتحقيق بطولة كأس القارات الثلاث ثم التأهل الى قطر للمشاركة في كأس التحدي مع الفائز من ديربي الامريكتين امام باتشوكا المكسيكي وعندنا كمان حدث عالمي مهم جدا والنهاردة انفرضنا بتوقيت وصول كأس العالم للاندية الى مصر في الفترة من 14 الى 17 من شهر فبراير المقبل استاذ علاء احداث عالمية كبيرة ولكن عاملة صخب على السوشيال ميديا وكأن الناس بتحاول تقول اصلي دي كلها امور ودية دي كلها تفاعلات يعني الاعلام هو اللي بيحاول يستنحها ولكنها ليست رسمية تعليقك على الحاجات دي؟ لا انا بأعذرهم بصراحة انا اللي بيشكك وكنا بأعذرهم واحد مش قادر يعمل حاجة مش قادر يطلع الامر فينزل الامر يعني فيمكن حتى انا قلتها من شوية كتكاتب يعني مش بسط كده بقول فيه وده حقيقة يعني ان كان فيه عالم فضاء امريكي في مذكراته قال ان احنا احتاجنا يعني امريكا احتاجت سبع سنوات من اجل اقناع العالم الثالث انهم تطرعوا الامر العالم الثالث قالك ان كان صعوبة جدا انا ان احنا نطلع العالم الثالث انا طلعنا الامر مش مصدقين طبعا صعب cen تجيب واحد من العالم الثالث وتقول له احنا طلعنا صاروخ طلع الا الامر مش هيصدقك طبعا بالتالي الناد الاهلي برضو هيكون محتاج ينتظر سنين علشان العالم الثاني مش التالت بقى العالم الثاني احنا بنتقدم شوي يستوعبوا العالمية تلتها الناد الاهلي صعب صعب يا محمد أنت ناس يعني بيحتفلوا ببطولة قرية شهور لما تيجي أنت تقولولم أنا بطل يعني هو طلعوا يقولك أنا بطل 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 أبطال أفريقيا يعني أم believesها فيه بطل 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 أفريقيا وطبعا زمrukنا نعلمين يعني فلما تيجي تصدمه بعدها بسبوع وهو لسه هاي ابتدي يحتفل أنه بطل 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 أفريقيا عارب أنت محمد 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 أفض الزبط يا محمد محمد معه هو كده أنا بطل بطل لا دعا فيوح زميلي إطلاق معايا في البداية قالك أنا بطل 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 قلت له خلاص يا من روح يا أولى قالك لأ دعا عشان أنا بطل 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 فقلت له تم ماشي فلما تجي انت تقوله تصدمه بعدها بسبوع تقوله أنا بطل تلاك قرات مش بطل قره واحدة لأن إحنا بطل قره دي أمر مفروغ منه لا كمان تضيف عليها بطول قراتين قراتين طبعا ده أمر صعب اللي يستعبه صعب هم من السحل الوقت بيتكلموا على كاس العالم اللي كان يشاركوا فيها سنة 2001 واتلغت حتى والله يعني حتى زيالت أول إعلامي زي ملكاو جدا يطلع ما كانش يعرف البطولة دي كانت فيه أصلا 2001 ويطلع مش يعرف الزمالك تأهل لها إزاي يعني بيقولك الزمالك شارك فيها هو بطل دورة بطل ما كانش بطل دورة بطل شارك فيها إزاي يعني إزاي الزمالك تأهل لبطل تعلم اللي هيتلغت فبيقولك الزمالك شارك فيها بطل دورة بطل مكانش بطل دورة بطل دفص لكانت بطل بطل كؤوس كانس الكؤوس أو كانس wannتاة لد فيفا عمل لأول مرة نظام أنا والله حتى بعت Branس وطوله البطولة أولا ما كيفاش في اليابان البطل دي في أسبانيا قال يغلط لطولة تاني غلطة انت بطل دورة بطل الفريقية مكانش دورة بطل الفريقية الزمالك acabouammالك مشارك بطل أبطال الكؤوس كبر القاعدة شوية وخلها 12 فريق جاب من كل القرى بطلين إلا كيونوس خل منها فريق واحد بس فأنت كنت مشاركين دورة بطرفها حتى كل ما روضها غلط فطبعا محمد يعني انت واحد كل ما تتكلمه على الكاسة العلمان دي ويقولك احنا شارتنا مشاركة طب انت فين دلوقتي انت فين دلوقتي طبعا أنا يعني بحاولة التشكيك دي في الأول أنا متكرتها دي كانت متكرتها جهل لكن طبعا متعمدة متعمدة يعني بابوا عارفين ان الكلام صحيح طبعا عارف انت تركوب الترين لا بص يا محمد أنا قلتلك هما البداية كان والله فعلا فعلا هما كانوا جهلة يعني مش كل العلمين طبعا جالة بالمعلومات جال المعلومات يعني ما حدش بهم نكلف نفسه حتى يخش موقع الفيفا وسبحان الله حتى الفيفا سهل الأمر وخلاه باللغة العربية ده الفيفا قطر في خيره ده انت لو دست بس هتلاقي بتاع بلغة العربية هتلاقي الكلام موجود يعني ما يكلفوش نفسهم هم فوجوا بالحدث فوجوا بدخامة الحدث كمان بدخامة الحدث كمان يا محمد يعني هم افتاقوا مباراة زي كاس لوسيل في رتينة لأو مع بعض ده كان نفتاح ملعب اه كان نفتاح ملعب وتحسب البطولة لا والله اه والله بشهولك عن ابطال كاس لوسيل ده الحد دلوقتي يعني طيب فأنا بقولك انت لما تخيل انت لما يكون واحد بفاكر ان الاهل يلعب الآن زي ما هو لعب الهلال في كاس لوسيل وياخد كاس ويلفهم بالملعب ونتين تقصر لكنه هو فوجوا بال الفيفا بيتكلم عن البطولة نادي الاعلام الامراتي بيتكلم عن البطولة رئيس الاتحادة هدولي يتكلم عن البطولة الفيفا كل يوم تقرير عن نادي الاهلي وتقرير عن العين ومش اعرف اقوموا محطات عايزة تنقل المباراة تلاث محطات تنقل المباراة لا الامر جلن لا على فكرة البطولة كمان باقت بطولة قرية طبعا وبالأهل الدولة عنده 27 بطولة قرية طبعا هم محمد هم صدوا في ضخمة الحدث هم في كلها مباراة لها لعب العين هيلو مثلا 3000 متفرج عادين في الدرجة 3 شمال وفي الأخرى الكاس هيتطلع فتعرف أنه كان فيه تشكيك حتى لفكرة أن الكاس مش موجود طبعا طبعا الكاس جاي مع وفد الفيفا يا محمد لما معطرفوش بالمهندس هنا بريد أنه عضو مجد بالتنفيذ الفيفا والله مش معطرفين به يقولك ده هو عشان موجود في مصر موجود في مصر ده كان في أسيوبي بيحضر الكونجرس بتاع الكاف لغاية آخر لحظة كان بترس متسبي جاي آه طبعا لغاية آخر لحظة لا ويقولك ايه تم بترس متسبي كان بيحضر كورشة طاية ما جايش ليه دي بطولة التحالف ليك مش معنى بيها يعني هو متسبي بيحضر بيحضر برشاطة الأهلي في كاس عامل الأندية لا رئيس الاتحاد الأساوي بيحضر أي مباراة للهلال أو الاتحاد في كاس عامل السعوديين رئيس الاتحاد الأساوي بيحضر مباراة للاتحاد جد أو الهلال السعودي في كاس عامل الأندية دي مش بطولتهم مش معنين بيهم